اللي جاي لها الطب المتقدم وبتمتحن في النطرونة وبتمتحن في ستة اكتوبر وبتسأل انا همتحن الطب المتقدم فين والناس اللي بتسأل بتقول انا ممكن اللي اعادة انا عندي اعادة الطب العادي ده اللي جالي اعادة كده هو برضو هاكتبره يعني همتحنوا فين ان كنت امتحن في النطرونة وبمتحن في ستة اكتوبر ولا سهاج ولا انا تابع سهاج همتحن فين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل سنة ونطيبين بمناسبة قرب عيد الفطر المبارك. بقول لكم ان ممكن يكون ده اخر فيديو ان شاء الله كده قبل العيد. وبعد العيد نكمل مع بعضنا ان شاء الله. كل سنة وحضراتكم طيبين. ربنا يعودوا عليكم بخير ان شاء الله. بالنسبة يا شباب الاول عندي كده هوت بعض الاجابات كده سريعا كده عشان خاطر ايه انجوابكم على الاسئلة بتاعتكم اللي بتجينا. على الخاص او بتجينا كده هوت يعني ايه عبر الوصف هنجاوك عليه. اه اولا في نفس بقول لك وانا رايح يعني الناس انا بيقول لي انا ومسلا الملف بتاعي كامل كله وانا راح اسلمه. في فيديو يا جماعة معلش اللي بيشوفنا اول مرة على القناة. فاريت حضرتك هتيجي تنزل تحت الفيديو كده في سدو الوصف سياب لك فيديوهات ليها صلة بكل حاجة عايز تعرفها عن معهد معاوين الامن. وكمان القناة عليها كل اجابة على اسئلتكم. فاللي بيجي اول مرة بيخش على القناة. لاول مرة. ما تنساش دعمينا بلايك. ما تنساش الاشتراك في القناة. وهتلاقي كل اللي انت بتدور عليه. وبرضو في سندو الوصف بتاع الفيديو باسيب لك المجموعة من الفيديوهات مهمة جدا هتنفعك. اما بقى السؤالنا المهم جدا اللي هو اعادة الطب. الناس اللي كان عندها اعادة طبي. اعادة طب يا شباب. كلها بتبقى في طرى البلد. في معها طرى البلد. ده اعادة الطب العادي. طب الطب المتقدم الطب المتقدم والهيئة دول اللي فضلين. دول حضرتك الطب بالنسبة للطب المتقدم والهيئة. دول هتبقى برضو نفس الحكاية ما فيش كل المعاهد هتبقى فطرة البلد. اللي بيسأل عن مكان فين. كله فطرة البلد. انا بمتاحن في واضي النترون. بمتاحن في ستة اكتوبر. كل حضرتك هترجع عندك الطب المتقدم. والهيئة بيبقوا في واضي نترون. طيب. ناس كتير. ناس كتير. هتبصت لها خلصت. يعني دخلت في الطب المتقدم. وبعدين الرياضي ممكن. وهب والهيئة. الهيئة هتقف عند الهيئة. هتخلص دول الرياضي والطب المتقدم وتقف عند الهيئة. الغات لما الكل في ناس دلوقتي في اقتمرين بس او تلاتة. الغات لما كل الناس دي كلها تختبر توصل تخلص اقتمراتها. والهيئة كلها بيبتدي مرة واحدة مع بعضها يبتدي يبعث للناس الهيئة. طيب. الهيئة فيها اعادة. اه في اعادة لو حضرتك غياب كان عندك زرف طارق وغبت. فبتحدد لك معات تاني. الطب المتقدم في اعادة. اه في اعادة. بس حضرتك لو كنت غايب. لكن نزلت في الطب المتقدم خلاص. لو بتكلم انت غايب فليك اعادة ان شاء الله. ده اللي كان حصل في الدفعات اللي قبل كان. طيب. الهيئة انت لما روحت همش في اعادة. اه كنت غايب بس بيحصل بيقول لك ايه? بيحدد يوم الناس اللي كانت غايبة كلها. انت غيبت مرة تحددك في المعات دوت. وده تحدد له ده. بينتظروا كلهم رسالة في الاخر يقول لك اللي تخلفات اللي هو ما كانش يجي لظروف ان ما عنده امتحانات. اه في مسلا في السنوية عام عنده امتحانات في كلية. عنده امتحانات في معهد. فيقول لك يوم التخلفات للبنين يوم كزا. في معه الطورة. يوم التخلفات للبنات يوم كزا. دي عشرين اتناشر. واحد زميلك خمسة وعشرين اتناشر ما راحش. ده كل ده دي اسمه تخلو فبتتعاد في الاخر خالص دي عشان نبقى فاهمين. طيب يوم الطبي اللي هو المتقدم ده حضرتك مطلوب منك ايه حضرتك هتصور القرنيك بتاعك اللي هو كارت التردد اقصد صوره تلت صور هو الناس بتقول لك صورتين يعني ده عندها صورة تالتة مش مشكلة احتياطي معاك. وتاخد ربعمائة جنيه ده الرسوم هناك بتاخد منك في الطب المتقدم. وبتاخد صورة البطاقة بتاعتك برضو يعني يستحسن بدل ما يقول لك ساعتا يقول لك صورها. في معاهد بتطلب. يعني التقرير اللي هو كنا بنقول بتسلم مع الملف اللي هو رقم اتنين اللي هو عليه ده. للتقرير رقم اتنين. فيه يعني تلت نسخ. في ناس يعني معاهد خدت نسختين ست اكتوبر بياخد تلت نسخ. ست اكتوبر بيطلب التلت نسخ تكتبهم بيدك وتنسألهم مع الملف. في معاهد زي تورة خد نسختين اتنين. فهي المعاهد بالزاي بعضيها فانت دايما يكون معاك نسخ لما بقول لك حاجة زيادة توقع صورة بجنيه صورة بخمسة صورة بعشرة. ده في ناس عشان خطر ما طبعتش بيانات الاقارب. طبع الملف بتاعهم ناقص. فطلع بر. فطمع الناس اللي بره وجاشع الناس اللي بره قدام المعاهد بيعملي. بيطبع الورقة بعشرة جنيه. فانا بنبهكم. كل سنة حضراتكم طيبين. دي اي اسئلة في اي اسئلة برضو طالف تعليق. وهحاول اجاوبك برضو في فيديو او حاول اجاوبكم ان شاء الله برضو في ايه يعني كده في التعليق على الرد عليكم. ورب الله اتمنى لكم التوفيق كل سنة وحضراتكم طيبين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.